اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف أن قرار إسرائيل بحضر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأوناروة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وأكدت المنظمة الأممية أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول إلى الأطفال والعائلات المحتاجة أو تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالتواقم الطبية والمدارس بالمعلمين وشددت منظمة اليونساف على أن الفلسطينيين في شمال غزة بحاجة مسة إلى المساعدات المقضة للحياة ضل الحصار العسكري المتواصل منذ نحو شهر